موسيقى أهلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ريدمشن توزيل لها طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن مقالة روكستار اللي نزلت أمس وإضا رح نتكلم عن بعض التغييرات اللي رح تصير مستقبلا واللي تكلمت عنها روكستار في مقالتها فيلا نخش في المقطع كالعادة روكستار افتتحت المقالة بشكر جميع مجتمع ردد أونلاين وتحديدا الأشخاص اللي يرسلون لهم فيدباكس وملاحظات واقتراحات لتطوير اللعبة بعدها روكستار قالت إنها رح توزع سبائك ذهبية مجانية للأشخاص اللي رح يلعبون ردد أونلاين من بين يوم الجمعة 25 يناير إلى يوم الأحد 27 يناير ورح تكون خمسة سبائك ذهبية طيب تعالوا أوضح لكم الموضوع أكثر عشان تاخذ الخمسة سبائك الذهبية لازم تكون لعبت في أحد الأيام التالية الجمعة أمس أو اللي هو اليوم السبت أو بكرة الأحد فإنت رح تلعب في أحد الأيام التالية ورح يعطونك الخمسة سبائك الذهبية وطبعا ما يحتاج إنك تلعب بالساعات أو حاجة فقط خش ردد أونلاين يعني لمدة 10 ثوانية 20 ثانية بعدها طف اللعبة ورح تجيك اللي هو الخمسة السبائك الذهبية فعشان نقفل على الموضوع إذا كنت شخص تبغى السبائك الذهبية فخش في أحد الأيام التالية يا إنك تكون خشيت أمس يوم الجمعة أو إنك تخش اليوم يوم السبت أو إنك تخش بكرة يوم الأحد تخش يعني 10 ثوانية 20 ثانية بعد طف اللعبة كذا انت ضمنت الخمسة السبائك الذهبية وأيضا السبائك الذهبية رح يتم توزيعها بشكل كامل بنهاية يوم 29 يناير اللي هو يوم الثلاثة القادم الموضوع الثاني روكستار تكلموا عن بعض المشاكل اللي كانت تواجه طور القنرش أو طور البتر رويال زي ما يعرفوا البعض وطور القنرش كان يواجه مشاكل في الماتش ميكينج بشكل كبير جدا يعني سابقا كنا نخش جيم قنرش لكن اللاعبين الموجودين فقط يكونون يعني 6 لاعبين إلى 7 لاعبين إذا مرة مرة تحصل 10 لاعبين والمفروض يكون 32 لاعب فهذه رح تكون مشاكل في الماتش ميكينج أو اللي هو العثور على لاعبين فروكستار نوعا ما حلت المشكلة ويعني الأقيام صارت ما تبدأ إلا ب32 لاعب يعني فل للفل وأيضا حلوا بعض المشاكل الأخرى في الأسلحة وغيرها الموضوع الثالث رح يكون الأشياء والإضافات اللي رح يضيفونها مستقبلا طبعا كل الأشياء اللي تكلموا عنها روكستار في المقالة حنا قد تكلمنا عنها سابقا وفصلنا فيها تفصيل بشكل كامل والرابط رح يكون في خانة الوصف إذا كنت مهتم لكن في هذا المقطع رح نذكر فقط رؤوس أقلام فتعالوا معي أول شي رح يكون اللي هو البلاير بليب ذي بكل بساطة هي علامة اللاعب في الخريطة قالوا إنه لما الشخص يقتل لاعبين أونلاين بشكل كبير جدا ويآذيهم رح يصير لونه في الخريطة أحمر يعني إذا حصلت شخص لونه أحمر هذا دليل على إنه يآذي الناس بشكل كبير ويقتلهم فإنت تأخذ بالك منه وتحاول تدفاداه زي ما كان في جراند بالضبط في جراند لما كان شخص يقتل لاعبين كثيرين يصير لونه أحمر داكن فهذا الشي رح يجيه في ردد أونلاين مستقبلا وأيضا مؤشرات اللاعبين ما رح تظهر في الخريطة اللي لما يكونون قريبين من بعض والبعض قال إنه ممكن الأشخاص اللي في مدينة وحدة أو ولاية وحدة يقدرون يشوفون بعضهم في الخريطة لكن إذا كان شخص في ولاية أخرى فإنت ما رح تقدر تشوفه مثال إذا كنا حنا في ولاية مثلا هيو أوستن فحنا ما نقدر نشوف اللي هو الأشخاص اللي في ولاية ليمون أو اللي هو ولاية الساندينيس والعيال هذه عرفتوا كيف؟ هذا هو البلاير بليب ثانيا رح يكون اللي هو نظام مضاد الأذية أو نظام البارلي طبعا هذا النظام رح يحد من الأذية بشكل كبير طبعا نظام البارلي موجود في الأونلاين الآن لكن ما يطلع لك إلا لما واحد يقتلك تقريبا أربع مرات إلى خمسة مرات فروكستار بكل بساطة تحاول أنه تخلي نظام البارلي أو خيار البارلي يطلع لك بأسرع وقت ممكن البعض قال أنه مستقبلا نظام البارلي رح يطلع لك من أول قتله يعني إذا واحد قتلك على طول أنت تقدر تفعل خيار البارلي والبعض الآخر قال أنه رح يكون خيار البارلي خيار موجود وتقدر تفعله بدون ما أحد يقتلك فنظام البارلي أو نظام مضاد الأذية قادم مستقبلا ثالثا رح يكون نظام الباونتي والشرطة طبعا نظام الباونتي والشرطة موضوع طويل وقتكلمنا عنه سابقا وفصلنا فيه بشكل كامل فما حبيت أني أرجع عيد وأكرر فإذا كنت مهتم رح أترك لك الرابط المقطع في خانة الوصف رابعا رح يكون التحديات اليومية روكستار أعانت في المقالة أنه التحديات اليومية رح تكون موجودة في ردد أولاين والتحديات اليومية رح يكون نظامها زي نظام جراند بالضبط سابقا في جراند يعني التحديات اليومية كانت اقتل الشخص المعين مثلا أو اقتل لاعب أولاين أو أسرق عدد معين من السيارات وحنا رح نعطيك فلوس وليفل فهذا الشيء جاي لردد أولاين وفي ردد أولاين رح يكون مثلا صيد أرنب صيد بانثر أسرق حصان معين روض حصان معين أقتل لاعب أولاين فرح تكون بعض الأشياء البسيطة اللي رح تسويها ورح يكون عليها مكافأة وليفل فروكستار في هذه المقالة أعلنت عن المكافأة والمكافأة رح تكون Gold Nugget أو قطع ذهبية فشيء رهيب صراحة تحديات يومية بسيطة رح يكون فيها اللي هو Gold Nugget أو قطع ذهبية إضافة إلى الليفل فالتحديات اليومية قادمة طيب هذه هي مقالة روكستار وبعض التغييرات اللي حدثت واللي رح تحدث مستقبلا ولا تنسون يا أصحابي أنكم تأخذون الخمسة السبايق الذهبية طيب كده وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر